هممكن فكرة أضرار التدخين أو موضوع أضرار التدخين والأبحاث اللي طول الوقت بنقرأ عنها وبنسمع عنها طول الوقت حين نسمع عنها بقلنا سنين كتير جداً لكن كمان كل فترة بيظهر حاجة سلبية جديدة أضرار جديد كل شوية بنكتشف أمراض لها علاقة بالتدخين ما كناش نتخيل لها علاقة بالتدخين لو هنقول دلوقتي حسب آخر الأبحاث يا فندم إيه هي أضرار التدخين على صحة الإنسان طبعاً أضرار التدخين كتيرة هنبدأ الأول بأضرار التدخين غير الأورام التدخين ممكن بيعمل سدة رئوية بيأثر على وظائف التنفس بيعمل تعب في الجهاز التنفسي وضيق في الشعب الهوائية إضافة طبعاً إلى زيادة نسبة الأورام الحقيقة التدخين مش موضوع أورام رئة فقط التدخين ممكن يزود نسبة أورام الرئة بنسبة 90% 90% من الناس اللي بيجي لهم سرطان رئة هم من المدخلين فقط 10% اللي مش مدخلين الحاجة التانية إنه هي مش أورام الرئة فقط أورام المريء أورام الحجاب الحاجز أورام القصبة الهوائية والشعب الهوائية كل دوت بتكون أورام ناتجة عن التدخين وطبعاً زي ما سيادتكوا تفضلتوا بالنسبة للتدخين السلبي التدخين السلبي فيه أهمية زي التدخين الإيجابي بالزبط ليه بقى؟ تدخين السلبي بيبقى مثلاً الراجل مننا قاعد في البيت وبيدخن والبيت مقفل فبالتالي اللي قاعدين مع زوجته وأولاده هم بيستنشقوا الدخان ده كله وبيحصل لهم نفس اللي بيحصله بس يمكن أكتر كمان لأن هم لوقتي اللي بيدخن بيطلع الدخان بيطلع الدخان لكن الطفل أو السيدة اللي موجودة في البيت ديت بتستنشق وهي ما بتطلعش زيه فبالتالي بيحصل لهم نفس الإفكت ونفس الأثار السلبية ودي رسالة الحقيقة أي حد بيدخن في البيت طبعاً الأفضل أنت ما تدخنش ولو حددخن اتفضل برا البيت اتفضل في البلكونة لكن مفيش دعاية تأذي اللي حولك طب مجتمع المدخنين بيبقى فيه كده شوية أسئلة أو بيقولوا أنه الواحد لما يقلل من عدد السجائر أو تدخين يومياً ده ممكن يضمن له صحة أفضل محدش يقدر مثلاً المدخن أنه يمنع مرة واحدة أو يبطل مرة واحدة ودي برضو من المشاكل اللي بنشوفها كتير جداً من أي حد مدخن ناوي يقلع عن التدخين هل الكلام ده حقيقي أنه عاد يعني لو سجارة زي بكينه بيشرب عشرين سجارة نفس الضرر؟ لا مش نفس الضرر كل لما زادت عدد السجائر كل لما زاد نسبة الإصابة بالأورام حتى لما بنيجي نعمل فيه حاجة مهمة جداً برضو احنا حابين نتكلم عليها النهاردة وهو الإجراءات علشان الكشف المبكر عن الأورام لما بنيجي نتكلم عن الكشف المبكر عن الأورام ده بيكون عبارة عن أن المدخن بيعمل أشعة مقطعية قليلة الإشعاع مرة في السنة طيب مين اللي بيعملها؟ المدخن اللي بيشرب علبة كاملة في اليوم لمدة عشرين سنة أو علبتين لمدة عشر سنوات المدخن اللي بيشرب سجارة أو سجارتين أو خمسة في اليوم نسبة إصابته بالأورام أقل كثيراً من اللي بيشرب عشرين فبالتالي اللي بيشرب عشرين سجارة في اليوم لو يقدر يقلل ده حيقلل مخاطر الإصابة بالأورام ولو يقدر يوقف داكم أفضل وطبعا في عندنا طرق كتيرة للمساعدة على تبطيل التدخين منها الباتش اللي هي اللازقة اللي بتتلزق على الكتف وتدي للشخص النيكوتين ومنها استشارة زمل الأطباء في الأمراض الصدرية والأمراض النفسية فيه ناس دلوقتي متخصصة من الأمراض النفسية علشان يساعدوا الناس إنها تبطل دا فيه ناس يعني بتعتقد أو فيه ناس فعلا شايفة إنه فكرة الإقلاع عن التدخين هي قرار بعيدة عن أي استخدام أي باتشز أو أي حتى عوامل مساعدة ولكن بتختلف من شخص لآخر بكل تأكيد دا حقيقي أنا متفق معكي تماما هو قرار هو ممكن الواحد النهاردة يصحى دايما نقول للمهاردة بتوعي حاجة كلنا في الآخر هنبطل تدخين سواء بمزاجنا أو غزبن عننا هنبطل تدخين ليه غزبن عننا لما الواحد هيجيله لا قدر الله ورم في الرئة هنبطل تدخين غزبن عنه خلاص هو مش قادر يتنفس لما هيجيله انسداد رأوي غزبن عنه هيبطل لما يجيله أزمة قلبية ويبدأ إن هو يدخل في دعامات أو فتحة وجراحات شرايين برضو هيبطل فبالتالي نخلينا نصحين كده ونبطل بدري قبل ما يحصل لنا مشاكل دي